أشهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري ببرامج وأنشطة اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي وصحراء حضرموت ومشاركتهم الفاعلة مع السلطة المحلية في مختلف الأنشطة والمشاريع التنموية والخدمية والتوعوية واستمع وكيل المحافظة من قيادة الاتحاد برئاسة المهندس سيف بن علي جابر إلى شرح واف حول نشاط الاتحاد منذ تأسيسه للارتقاء بمستوى أداة وأوضاع حوالي 90 منظمة فاعلة منطوية في إطار الاتحاد تعمل في مجال العمل التطوعي التنموي والخيري الذي يخدم كفة شرائح المجتمع المحلي والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة وحث الوكيل العامري قيادة الاتحاد على مضاعفة الجهود والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لما سيكون له من أثر في التوزيع المناسب للمشاريع والأنشطة حسب الاحتياجات المجتمعية لكل منطقة والاستفادة من تجارب المنظمات والاتحادات المشابهة على المستويين الوطني والعربي وخاصة من تلك الدول التي لها تجربة كبيرة في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر